بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيم روحي وأرواح العالمين لك الفداء غريب يا مظلوم كربلة ضمني عندك يا جداه في هذا الظريئ كلام للحسين عند قبر جده رسول الله عند الوداء ضمني عندك يا جداه في هذا الظريئ علني يا جد من بلوى زماني أستريئ ضعق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب لرسول الله من داخل قبر النبي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاعين وي صوت رسول الله ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا حسين ونداء لرسول الله من قلبه المصدوح من داخل قبره ونداء بافتجاعين ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا حسين ستذوق الموت ظلمان ضامياً في كربلاً ضاماً وستبقى في ثراها ثاويين منجدلاً وكأني بلئيم الأصل شمرون قد علام صدرك الطاهر بالسي وفي حز الوداجين وكأني بأمه الزهرة ادقل أخويا يا أخو يا لوان حاضر يا حسين أمك وابوك المرتضي والطيار عمك مكان راح ضياء واحد أمك ولا نهبة تبني مي أخي أمك ولا نهبة تبني مي يا أخي يا أمك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِّنْهُمْ له عذاب عظيم آمنا بالله صدق الله العلي والعظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك لمن الشاهدين رحم الله من رفع صوته على محبة رسول الله بالصلاة على محمد وآل محمد هذه الآية الكريمة التي أثير حولها جدل عظيم بين المسلمين مع أن النص واضح وأسباب نزوله واضحة إلا أنه صار فيه لغط كبير فإجماع السنة على قول وإجماع الشيعة على قول والحقيقة يعلمها الإنسان الناقد الذي يعرف مواضع الألفاظ العربية ولو أن هذه الأمة أخذت تفسير القرآن عن من أنزل القرآن في بيته لا استغنت عن القيل والقال واستغنت عن قول ابن كثير أو ما قال القرطبي أو ما قال فلان وفلان وما أدراهم بشأن نزول القرآن وموافع نزول القرآن فإجماع أخواننا أهل السنة أن هذه الآية وما تلتها من الآيات التسعة يعني الآيات العشرة في صورة النور نزلت في براءة عائشة والقصة كما أوردوها هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة بني المصطلق تقول عائشة وكان رسول الله في غزواته يسهم يعني سوى سهام قسمة فأسهم إلي في تلك الليلة فأخذني معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله غزوته رجعنا تقول بالرجوع أرفت إلي حاجة فابتعدت عن القافلة عن الجيش ثم رجعت باختصار فوضعت يدي على صدري فافتقدت عقدا لي فرجعت إلى ذلك المكان فوجدت العقد ثم رجعت فلم أجد القافلة وكانت القافلة قد انصرفت وكنت على هودج وكانت النساء كما تقول لا يأكلن إلا فضلة الطعام فلا يسمن ولا يغشاهن اللحم وكنت بنت صغيرة فما أحس بالهودج أنه خفيف أو مثقل من هذه القصة كما أوردت في كتبهم فرجع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول أنا بقيت بمكاني رجع واحد من أصحاب النبي فلقيني فرجعت معه فمررنا على أبي بن سلول شيخ المنافقين الذي أنزلت فيه سورة المنافقون فقال زوجة رسول الله مع عهد أصحابه واتهمها فسرت التهمة في أوساط الأمة الإسلامية كما تقول هي عائشة حتى أن رسول الله قد شك فيها واستتابها قال لها إن كنتي قد أذنبتي فتوبي إلى الله وإذا لم تذنبي فإن الله يبرئكي تقول وكان أبوايا أيضا يعني أبو بكر وأمها أم رومان أيضا يظنان بها أنها قد أتت الفاحشة وسرى في أوساط الأمة الإسلامية إلا أن دعاة هذه القصة كما هو واضح دعاة الاتهام هو أبي ابن سلول ومسطح أو مسطح ابن أثاثة يصير ابن عمت أبي بكر وحمنة ابن توجاحش أخت زينب بن جحش وحسان ابن ثابت شاعر الرسول يعني أركان القضية هم أربعة الذين اتهموا عائشة في هذا الموضوع فلاحظ طبعا هذه ملاحظة لازم نأكد عليها هذول الأربعة ما بهم واحد شيعي إلى الآن هذول الأربعة اللي في كتب القوم في تفاسيرهم في صحاحهم ما بهم واحد شيعي لا حسان شيعي بل لا محبة رسول الله بأعلى أصواتكم كما هو معروف أن حسان بن ثابت ليس شيعيا فقط وإنما مناوئ لأمير المؤمنين ومخالف وهذه كتب الشيعة ناطق بذلك وأبو بي بن سلول السنة ما حاسبين عليهم أصلا هو من المنافقين وحمنة بنت أخت زينب غير معروف حالها في التشيع وليس لها علاقة ومصطح ابن أثاثة ابن عمت أبي بكر وصنيعة أبي بكر لأن كان فقير وكان أبو بكر ينفق عليه وعلى أمه فلما نزلت هذه الآية والتهمة مصطح امتنع أبو بكر في الإنفاق عليهم يقال أنه عتب في كتاب الله عز وجل فرجع إلى الإنفاق عليهم فلاحظ أن هذه أركان القصة ثم أن هذه القصة لا يمكن أن تصدق بحال لماذا؟ إذا صدقنا بهذه القصة إذا نسفت أو أن إخواننا أهل السنة فإنهم ينسفون عقائد عظيمة لديهم لا تحتمل كمل القصة تعجب أن رسول الله صلى الله عليه وآله استتابها إذن رسول الله قد وقع في نفسه شيء أبواها استتاباها إذن وقع في نفسيه ما شيء الصحابة تقول عائشة كلهم يتكلمون في شأنه يعني كل الناس حتى نزلت هذه الآية الكريمة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في رواية القوم ومنهم البخاري لاحظ الوقاحة باللفظ بحق رسول الله فقال أبو بكر قومي إلى رسول الله لأن النبي قال أبشر عائشة قد برأك الله قال قومي إلى رسول الله قالت لا أقوم إليه ولا أحمده لا أقوم إليه ولا أحمده والنصف البخاري وغير البخاري يعني لك أن البخاري اكتفينا بالمصادر بعد لاحظ لا أقوم إليه ولا أحمده وإنما أحمد الله الذي برأني من سبع سماوات وفي بعض النصوص وليس في البخاري في بعض النصوص قالت أنت الذي تزعم أنه يأتيك وحي السماء أنت تدعي أنه يأتيك وحي السماء تستتيبني جاءت تقول لي توبي والله برأني فهذه القصة كما ذكرها إخواننا أهل السنة ماذا تنسف لديهم لو أنهم لو أنهم وجدوا من اختلق هذه القصة من ألفها كيف يمضي رسول الله عن زوجته كيف يمضي عنها ورسول الله أغير من خلق الله وليس إنسان رجل ذو غيره على حريمه ونسائه أغير من رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا القول لا يدفع عن النبي لا يدفع عن رسول الله هذا القول بحال من الأحوال ثانيا كيف سلم رسول الله زوجته إلى إعرابي يسوقها يأخذها يأتي بها ورسول الله لم يعلم بحالها حتى وصل المدينة كما في الرواية لم يعلم بحالها حتى وصل إلى المدينة يا الله درى أنه زوجته ما موجودة أصلا وعلى شنو ما أخذها فإذا وليش ما أخذها وشل بها خلقها يتركها بالمدينة إذا كانت كما يقال من أعز نساء رسول الله عليه فقالت عائشة سألت رسول الله سألوها من أعز نساء النبي عليه قالت سألت رسول الله فقال أنت هذه الرواية لما واحد هو على كل حال كما قال سيد شرف الدين العامل ربوان الله تعالى عليه أكثر روايات الثناء على عائشة وردت على لسانها إذن تكون متهمة في هذا الموضوع أكثر الروايات في مدحها هي التي مدحت نفسها سألت رسول الله فقال لي سألت رسول الله من زوجتك في الجنة فقال لي أنت من أعز فقال أنت من أكرمهن عليك قال أنت فهي التي تذكر الروايات نفسها الملاحظة الثانية في هذه القصة أن هؤلاء صحابة الذين اتهموا عائشة صحابة يعني تعال السادة باي بن سلول خارج بالدليل واللي منافق لكن مصطح بن أثاثة قال صحابي ويعد من الصحابة الأجلاء وحمنا أخذ زينب بن جحش حمنا بن جحش من الصحابيات الجليلات وكذلك حسان بن ثابت حسان بن ثابت يعني عليها مزايدة الذي قال أجمل الأشعار بحق رسول الله وأجمل منك لم ترقط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان شاعر الرسول إذن إذا قبلنا أن شاعر الرسول وبنت عمت الرسول حمنا بن جحش متعمت الرسول أخذ زينب زوجة رسول الله وهذا الرجل الذي هو ابن عمت أبي بكر مصطح هذول ثلاثة صحابة أجلاء منزهون عن أمثال هذه الأخطاء والقوم يقولون بعدالة كل الصحابة إذن إذا قبلنا بهذه القصة لا يمكن أن نقبل بعدالة الصحابة لا يمكن أبدا ولا تستقيم نظرية عدالة الصحابة مع أن الصحابة قد اتهموا عائشة أو تسقط هذه القصة من أساسها ما الهجذور قصة واهية وهو الصحيح أن هذه القصة ليس لها أثر زين هنا عدنا آية عدنا آية هنا شنسوا بها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم مو والقرآن خصص مو والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يعني أكو تخصيص أكو قصة وأكو ناس عاندوا على هذه القصة تعالي شوفوا إجماع الشيعة مخالف تماما لهذه القصة تماما يقتلف الشيعة ماذا يقولون يقولون عائشة ما له علاقة بالتهمة وإنما التهمة جاءت على مارية القبطية رفوان الله تعالى عليها هذه المعظمة إحنا ما عدنا يعني زوجات الرسول إحنا المخطئ نقول مخطئ المخطئ الآثم نقول عليه آثم وإلا الشيعة يعظمون أم سلم لماذا أم سلم شنو هاشمية نقيل أن الشيعة يتحزبون لبني هاشم أم سلم أم هاشمية ما لها علاقة إلا أنها زوجة الرسول ولكنها معظمة أم أيمن وعندهم أقوال بأم حبيب أيضا بنت أبي سفيان يحترمونها لأن لديها مواقف محترمة ومارية من نساء رسول الله المقدسات المحترمات المعظمات إذا التهمة وقعت على مارية فلاحظ ولكن من الذي اتهم مارية هي هاي المشكلة حتى تعرف ليش انقلبة القصة أن عائشة هي التي اتهمت مارية القبطية وهناك تصريح هذا قول الشيعة أنه لما ولد إبراهيم أو لما مات إبراهيم بالحقيقة القصة بعد موت إبراهيم ابن رسول الله فتأثر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال مقالته العظيمة لتدمع العين وليحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب أو لا نقول ما يسخط الرب فكان الحزن بادي على رسول الله فقالت له عائشة أنه ما يستحق الحزن يعني الولد ما يستحق الحزن يعني ليس له شبها بك فكان هذا طعنا واضحا إلى آخر القصة وهناك أسانيد في صحيح مسلم تدعم هذا المعنى إلا أنه يتحاشى ذكر الأسماء فراجح هذه القصة في صحيح مسلم ولكن يتحاشى ما يذكر بها أي اسم سأذكر لك مثيلات لما القصة محرجة ما يذكرون أسماء سأعنا ما صار عندنا وقت نذكر قصة الخميس البخاري يقول قال رجل حسبنا كتاب الله قال قال رجل شنو قال رجل هذا ما معروف قصة معروف أو شنو قال رجل تغير تقول لنا هذا الرجل منه يش تستحي ما تذكر اسمه قال رجل إن رسول الله لا يهجر حسبنا كتاب الله لما الأمر مخزي قال رجل بس يعرف الرجل مو غشيم البخاري يعرف الرجل منه ولكن خم يقدر يقول قال عمر مسلم يصرح قال عمر حسبنا كتاب الله مو بس ما يقول قال يهجر قال إن رسول الله قد غلبه الوجه خفف شوية بس ذكر الاسم هذا كذكر ها الحقيقة بس ما ذكر الاسم وكثير للبخاري من أمثال هذه إذا قصة مشينة بواحد يعتقد عدالته ما يذكر اسمه يتجنب ذكر الاسماء هنا مسلم يلقي القصة هكذا أن رجلا اتهم رجل يقول تشكو حاط الرواية أنت بالصحيح لما رجل اتهم رجل بأنه زوجته قد أنجبت من عبد لها أو خادم الله والقصة تماما تشبه قصة اتهام مارية القبطية أما ابن سعد في الطبقات لا يصرح بالقصة ابن سعد في الطبقات يصرح بالقصة ويقول أن عائشة قالت فلما رأيت إبراهيم وكان في أيامه الأولى مريضا ثم أعطته أمه لبن شات فسمن على ذلك اللبن فرأيته قالت أنه أطعمناه لبن شات أمه كذا إلى آخر القصة طويلة فقلت لا يشبه رسول الله وكان قد وقع في نفسي ما يقع في نفوس النساء من الغيره قل صار عندي غيرة لأنه ما عندها أطفال وها جابت ولد لرسول الله وقام يسم أبو إبراهيم ونزل عليه الوحي في روايتها وسلم عليه بأبي إبراهيم وقال السلام عليك يا أبا إبراهيم يعني الوحي يهنأ رسول الله فاشتعلت الغيرة في قلبي عائشة فاتهمت ماري هذا تصريح ابن سعد في الطبقات مسلم يتجنب ذكر الأسماء وإجماع الشيعة فلاحظ أنها القصة على هذه الحال هذا ملخص الأقوال نأتي إلى القول أن الشيعة يتهمون عائشة بالزنا وين الاتهام ما موجود هي هذه القصة إذن الذي اتهم عائشة بالزنا ليس الشيعة السنة اتهمها بالزنا الحقيقة نعم إخوان أهل السنة هم الذين اتهموا عائشة بالزنا سأستعرف لك بعض الأقوال على عجالة طبعا قول الآلوسي في روح المعاني عالم سني عالم بغداد معروف مفسر كبير وتفسير إلى قيمة أيضا خصوصا عندهم لما يأتي إلى قوله تعالى فخانتاهما يستعرف بعض الأقوال أقوال مهمة جدا يقول قال ابن عطية وفسر عن أقوال لجماعة من المفسرين أن الخيانة خيانة العرض والشرف واتهموا أم المؤمنين بالزنا يقول وأنا أقول لروح المعاني للآلوسي وهم أولى أن يكونوا أولاد زنا كلام إلى مؤلي لاحظ كلام للآلوسي متأثر يقول وأنا أقول أن من اتهم عائشة بالزنا أولى أن يكون ابن زنا وأن الله تعالى قد برأها ونسب إلى ابن عطية أنا حقيقة ابن عطية ما عرف منه ودورت على ابن عطية ما عرفت من هذا ابن عطية الذي قصده في روح المعاني ولكن يقول أخذ القول عن جملة من المفسرين هسا واحد يقول واحد يقول جوز المفسرين شيعة لا مو شيعة المفسرين ليش شي يقول واتهم الشيعة والحق أن يقال هنا القول للآلوسي واتهم الشيعة والحق أن يقال أنه متهم عائشة بالزنا وهذا قول باطل قال فإني أحصيت أقوال الشيعة من أولهم إلى آخرهم ولاحظوا ترى مو مقديم يعني صار بالميل سنة تقريبا مو بعيد هو وكلهم قالوا قولا واحدا أنه ما زنت زوجة نبي قط هذا القول المن للآلوسي يقول الحق أن الشيعة قد دافعوا في مصنفاتهم ليس عن زنا عائشة والعياذ بالله ولكن عن زنا أي زوجة نبي لا يمكن أن تزني قالوا كتب القوم موجودة ومنتشرة هسا أنا ذكرت جملة قبل قليل أرد أدعم هذه الجملة وهي أنه أخوان أهل السنة أما ما يقرون أما ما يدرون شون القضية قالوا لهم الشيعة يقولون أنه أم المؤمن تزني والعياذ بالله لا كبيرهم شيخهم مصنفهم بلا خجل بلا حياء ناصر الدين الألباني في الجزء السادس من كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة يجوز الزنا على نساء الأنبياء مطلقة يقول جائز جائز وإن لم يكن قد وقع يقول ما وقع الزنا ولكن يجوز أن تزني زوجة النبي وما كوش بعض المفسرين يدعم هذا المعنى بيش يا نساء النبي من تأتي من كن بفاحشة يقول ممكن ممكن القرآن يقول الشيعة يقولون بها يلاحظ دقة الشيعة في التفاسير والاعتقادات الحقة يقولون هذه الآية يا نساء النبي من تأتي من كن بفاحشة إنما هي سالبة لمعنى العصمة من نساء النبي لا أنها موجبة لوقوع الزنا بحقهن ولو جوازا فراجع السيد علم الهدى الشريف المرتفى في تنزيه الأنبياء أقوال عظيمة عنده في هذا المقال يقولون أن هذه الآية تسلب العصمة يعني مو لأنه زوجة النبي صارت معصومة دير بالك ماك عصمة ولكن لا أنها موجبة لوقوع الزنا أخوان أهل السنة يقولون لا نعم تفيد جواز وقوع الزنا وإن لم يقع بعضهم ولعله أيضا من ناصر الدين الباني يتهم نوح في ابنه والمتصريح واضح من القرآن قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعبك أن تكون من الجاهلين يحملون هذا شنو يحملون على أن امرأته والعياد بالله حملت به بالزنا بالزنا والحال والعياد بالله القاعدة العامة معروفة الولد للفراش وللعاثر للحجر فكيف ينسب الله عز وجل إنسانا لغير أبيه ولد على فراشه مخالفة واضحة للقواعد الصحيحة ولكن الإمام علي بن موسى الرضا عليه سلام الله لما قال له علي بن الجهم أن زوجة نوح قد زنت وأنه ليس ولدا شرعيا قال غضب الإمام سلام الله عليه حتى بان الغضب في وجهه وقال ليس كذلك يا ابن الجهم إنما هو ولده وهو أبوه ولكن الله عز وجل لما رأى سوء فعله أبعد عنه شنو صفة العمل أنه ليس من أهلك عملا وليس نسبا يعني عمل ما يطابق عملك فلاحظ دفاع الشيعة واستماتتهم من أولهم لآخرهم أحصي أقوالهم كلهم كل علماء الشيعة من الأولين إلى يوم الناس هذا كلهم يرون الخبر الصحيح عن عبد الله بن عباس ما زنت زوجة نبي قط هذا الخبر الصحيح وعليه اعتقاداتهم وبعض الشيعة كتبوا مصنفات خاصة في أن زوجات النبي لا يزنين وبعضهم كتب مصنف خاص في عائشة تحديدا أنها لا يمكن أن تزني أسعدنا وقفة أمام هذا الموضوع وهي أنه هل يعني هذا الكلام أنها مخطئة غير مخطئة؟ لا عائشة مخطئة عائشة مخطئة بحق نفسها وبحق رسول الله وبحق أمير المؤمنين بمواقفها بمواقفها العدوانية ضد رسول الله في حياته وفي مواقفها العدوانية ضد أمير المؤمنين وضد الزهراء وضد الإمام الحسن حيث أنها منعت أن يدفن الحسن مع جده رسول الله هذه بصمة لازم نثبتها ما عليها خلاف ولكن عائشة ليست زانية ولا تزني ولا يتبادر هذا إلى ذهني إنسان لماذا؟ حفظا لعرض رسول الله قال العلم الهدى شريف المرتضى قال فإن هذا مما يعلم بالضرورة أنه ينفر الناس عن الأنبياء فإن الله أبعد عن ساحتهم ما ينفر عنهم شي نثر لما تقول هذا النبي والعياذ بالله هو قول عظيم لما تقول هذا النبي زوجته زانية بعد هذا النبي ما يؤبه به ما إلى قيمة اجتماعية في أوساط الناس في أوساط الناس يعتبرون هذه مسألة قمة قمة ما يمثل شرف الإنسان بها لذا أبعد الله عنهم كل شيء ينفر عنهم وهذا الشيء منفر ولهذا حمل الشيعة كل الشيعة قوله تعالى فأقرأ للمفيد وقرأ مجمع البيان لطبرسي وقرأ إلى آخر مفسر السيد الطباطباء ربوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم حملوا الخيانة على قالوا أن زوجة نوح خيانتها أنها كانت كافرة بنوح وأن زوجة لوط كانت إذا أتاه الأضياب تبلغ قومه خلاص أكثر من هالقول ما عدنا بعد حتى أن بعض الشيعة لدقة هذه المسألة يقولون هل أن يوسف تزوج زليخة أكو خلاف على هالقضية والحال أن زليخة ليست زانية إنما عرضت نفسها للزنا بصريح القرآن واستعصم الصديق سلام الله عليه ولكن في هذا كلام بعض الشيعة يقولون لا ولا تصح هذه الرواية لأنها عرضت نفسها للزنا هذا شيء منفر عن النبي لا يقبل الله أن يكون هذا بساحة رسوله جد دقيقين الشيعة ولكن أخرى مرويات أخواننا أهل السنة متزوجها وعلى كل حال يعني ما عدوا مخلاف في هذه القضية فكيف يتهم الشيعة إذن لما واحد شيعي من هنا أو هناك ما معروف أصله وفصله وحسبه ونسبه وين دارسه ومن يعرفه وسواله كتاب ومنه دافع له يا من يشتغل ويأي جهة استكبارية تريد السوفتن بين الشيعة والسنة المفروب هنا الإنسان يتحرز من هذه المقالات يشوف هذا شنه دوافع لأن هذا هذا ما يمثل الشيعة الشيعة يمثلهم مراجعهم الشيعة لا يمثلهم خطيب حسيني على منبر مع كل الإجلال والتقدير لمنبر أبي عبد الله ولكن ما يمثلهم منبر الشيعة لا الشيعة ما يمثلهم إنسان على رأسه عمامه كانت سوداء أو بيضاء أبدا الشيعة يمثلهم المراجع المجتهدون الجامعون للشرائط الصح الحق وفي مدارسهم الحق تحديدا بالنجف الأشرف تحديدا وليس هناك مجازفة بهذا القول إذا يقال قم قم مدرسة عظيمة ولكن قم فرع للنجف هذا ليس عليه خلاف فإذا الذي يقرر لشيعة أهل البيت النجف الأشرف فقط وفقط علماء النجف الأشرف هم الذين يقررون لا في لندن ولا في أي مكان آخر من الدنيا إلا في النجف الأشرف بجوار قبر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين نصلوا على محمد إن شاء الله ذا يصير مجال بعد نتحدث في أيام أخر عن النجف ودور النجف وعلماء النجف وبعض الأخوان يقولون مقصرين صحيح مقصرين نشكوا إلى الله من هذا التقصير ولكن الحقيقة أن تقال أنه لو أردنا أن نعرف رأي المذهب السني ما ممكن نأخذ من السعودية مدرسة متطرفة واحد قاعد بجامع مطول لحيطه ومقصر تشداشت أنا جا أخذ عقائد السنة من عنده هذا ظلم إلى أهل السنة تظلمهم السنة عندهم مدارس محترمة ومعتبرة وأشرفها الأزهر في مصر فما أقره علماء الأزهر وأنظوه نقدر نقول هذا رأي أهل السنة ومقاعد لواحد وهابي يكفر بالعالم يكفر تسعين بالمئة إذا مو تسع وتسعين من العالم وحجح جاية وقال أنا أقول لا هذا رأي سنة هذا غلط مو صحيح كما أن الشيعة لهم من يقرر لهم ويقول لهم وحوزة النجف الأشرف موجودة بعلمائها مذ أسسها الطوسي رفوان الله تعالى عليه وإلى يوم الناس هذا يرثها كابر عن كابر ولم تكن مغمورة في يوم من الأيام ولم تكن مجهولة في يوم من الأيام فمن أراد الحق فليأخذ الحق من مضانه على كل حال لازلنا في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الرواية الأخيرة أيضا هناك رواية في آخر صفر باستشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الله الإمام الرضا يدخل عليه دعبل الخزاعي رفوان الله تعالى عليه يوم من الأيام دخل عليه مهنئا قيل بولاية العهد وكان الشعراء يأتون إلى الإمام الرضا فلما نظر إليه الإمام قال ما تريد يا دعبل شوي نروح إلى طوس إلى مشهد خلينا في جوار الإمام نسأل الله إن شاء الله يرزقنا زيارته نسأل الله أن يزيد الشوق والاشتياق إلى زيارة الإمام الهمام يا الله قال ما تريد يا دعبل قال قلت فيكم شعراء قال إلا أنت يا دعبل إنما تنشدني في بيتي يعني مو في قصر المأمون أخذ دعبل إلى داري ورب حجابا بين الرجال والنساء قال هات يا دعبل قال مدارس آيات خلت من تلاوة الله أكبر ومغبط وحي مغفر العرصات إلى أن قال إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضاتي يقول يقول دعبل أخرج الإمام يديه من جبته وبسطهما وقال إي والله منقبضات يا دعبي ثم قال أرى فيئهم في غيرهم متقلبا وأيديهم من فيهم صفراتي قال إي والله صفرات يا دعبي إلى أن قايا ويا لأفاطم لو خلت الحسين مجدل وقد مات عطشاني بشطي أي فراتي ما جور إذا للطمت الخدفة يا وعاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندب يعني استنهف فاطمة من قبرها لأبي عبد الله أفاطم قومي يا ابنة الخير واندب نجوم سماوات بأرضي فلا آتي يقول دعبل لما ذكرت فاطمة أجهش الإمام الرضا بالبك وارتفع صراخ العلويات من خلف الحجاب وهن ينادين واجداه ورسول الله واجداه وحسينايا كان أبيات أبيات بين العقيلة وأمها الزهرة اتقلها يم حسن يم تعالي تعالي وشوف كربل شوت بحالي يم حسن يم تعالي لبعجيل ما دريت حسيا عطشان شتيل يا يم راسع جسما فصيل جسم على الثرى وراسع تشيال جاوبها الزهرة اتقلها مو بعيد مو بعيد أنا ثلث تيام أنا نساكن البيد أنا شفت حسين ساعد الله قلبها أنا شفت حسين شفت حسين من حز وريد اتقلها عفا قلبت يا زيان بذوب الحديد اشلون اشلون شفت حسين محزوز الوريد اي 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 شلون شفت حسين محزوز اي 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 الوريد افاطم قوم يا ابنة الخير واندب يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا اللهم اقبي حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين اللهم يسر امورنا للدنيا والدين الآية الكريمة لقضاء الحوائج تيسير الامور وشفاء المرضى ببركة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المبطر اذا دعاه 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 ويكشف السوء اللهم اكشف ما بنا من ضر وسوء وبلاء يا الله اللهم انا نسألك ونتوجه اليك بشيبة رسول الله بعظمة رسول الله يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل هذا العزاء لقلب رسول الله اللهم برسول الله فاقضي حوائجنا اللهم يسر امورنا شافي مرضانا ارحم موتانا الى ارواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام الامام الحسين وشهداء زيارة الاربعين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات اللهم امطل على محمد وعلي محمد